مثل كرة الثلج يتضاعف حجم الأزمة الاقتصادية في العراق ويتكشف مع حجم الفساد الذي كان السبب الأول في أزمة جعلت مؤسسات الدولة بمختلف عنوينها تجني ثمار سنوات من الفساد وسوء الإدارة والتخبط في إدارة البلد وعلى الرغم من كونهم جزءا من منظومة الفساد تتوالى تصريحات النواب التي تكشف جانبا من هذا الفساد وتأثيراته الراهنة والمستقبلية التي تهدد واقع الشعب العراقي وتضع مصيره في المجهول عضو لجنة الاقتصاد النيابية حامد الموسوي اتهم رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بمكافأة الفاسدين بدلا من محاسبتهم كما تعهد مرارا وتكرارا الموسوي قال ان الكاظمي كافأ وزير التجارة السابق محمد هاشم بالرغم من وجود 67 ملف فساد ضده احيلت جميعها الى هيئة النزاهة ولكن الوزير السابق اصبح فيما بعد رئيسا لما يسمى صندوق اعمار المناطق المحررة ما كشفه هذا النائب يمثل غيضا من فيضان الفساد الذي يجتاح العراق منذ سنين ولم يتصاعد الحديث عنه الا بعد ان باتت الخزينة خاوية في بلد متعدد الموارد الطبيعية ومتنوع في مصادر الارادات تركه شركاء العملية السياسية قاعا صفصفا من جانبه اكد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري ان البلاد لا تعاني من ازمة مالية بقدر ما تعاني من الفساد وسوء الادارة مشيرا الى ان موارد المنافذ الحدودية والسياحة الدينية والضرائب لو استغلت بالشكل الصحيح فانها لوحدها كافية لجعل الشعب العراقي يعيش برفاهية نظام المحصصة الذي سارت عليه الحكومة المتعاقبة هو السبب الاساس في ضياع ثروة البلاد قضية لم يعد يختلف فيها اثنان مع تواصل افلات السراق من العقاب والاستعانة بالفاشلين في مراكز صنع القرار المالي والتخبط في القرارات الاقتصادية والخطط غير المجدية كل ذلك ادى لهدر المال العام ليضع البلاد على حافة انهيار اقتصادي ستكون نتائجه وخيمة